بسم الله الرحمن الرحيم المذكرات الوزاري طيب المغضع الأول الحياة المدرسية نبدأ فهم المنطوق والتعبير الشفاوي موضوع النص على فهم المنطوق غدا ستفتح المدرسة ندر وضعية الانطلاق ولا مقدمة ها أنت تعود إلى المدرسة وتلتقي بمعلمك بمعلمك وزملائك لمواصلة الدراسة ومن حقك أن تتعلم في المدرسة ولكن ما يجب أن تفعل لتنجح في الدراسة أين قضيتم عطلتكم هل اشتقتم إلى معلميكم وإلى رفقائكم هذه الأسئلة تكون في البداية النص المنطوق تهيئة المتعلمين من أجل اكتشاف موضوع النص ثم أطلب منهم تصور الأفكار الممكن معالجتها ضمن هذا النص النص المنطوق هو عبارة عن نص مدمج دمجنا النص السلاثة الأولى وخرجنا هذا النص في مساء آخر يوم من العطلة قال علي لقد اشتقت إلى المدرسة كثيرا فقالت الأم غدا صباحا ستفتح المدرسة أبوابها وتلتقيان بأصدقائكم وستفرحون كثيرا ورد الأب قائلا إنه مكان للتربية والتعليم ليلة أرجوك يا أبي أن توصلنا إلى المدرسة وفي يوم الدخول المدرسي دخلت المعلمة إلى القسم مبتسمة بمئزرها الأبيض ومحفظتها الجديدة ثم ألقت التحية وسألتهم عن أحوالهم وأين قضوا العطلة فبدأ التلاميذ يحكون مغامراتهم الصيفية فقاطعتهم المعلمة حان وقت العمل والاجتهاد أرجو منكم أن تدرسوا جيدا وغدا سأوزع عليكم الكتب الجديدة وسنتعاول على تزيين قسمنا وعند خروجكم إلى الساحة وقت الاستراحة حافظوا على سلامتكم وسلامة زملائكم ونظافة ساحتكم وزينوها بالأزار يتم تسميع النص المندوق عدة مرات مع المحافظة على شروط الإلقاء والتفاعل مع مختلف المواقف بتنغيم الصوت والإحاءات اللفظية وبعد آخر قراءة للنفس أفسح المجال لتبادل الأسئلة والأجوبة فيما بينهم لاختيار فهمها ما عنوان النص أو هات عنوان للنص أذكر شخصيات النص ماذا قال علي وبما أجبته والدته ماذا قال الأب عن المدرسة بما ترجت المعلمة تلاميذها وبما وعدتهم في الغد كيف طلبت منهم أن يحافظوا على المدرسة التوجيهات يستذكر عنوان النص السابقة الثلاثة السابقة النص يعرض بمسجل أو يمكن للأستاذ الوقوف وقراءته خلف الصفوف تحقيق للكفاءة الاستماع يستمع للنص ويبدأ اهتماماته فتح المجال للنقاش الأفوقي أسئلة الاستئناس يعبر عن فهم العام للنص تلخيص المجال معنى النص يدكر أهم الشخصيات التحق اكتشاف القيم التي يدعو إليها النص إذن هذا بالنسبة للنص المنطوق الحصة الثانية تتعبير شفاهي مصرحة الأحداث النص من طرف بعض التلاميذ أو البقية يستمعون إليهم ثم يناقشون نقاشا أفوقي متى تفتح المدرسة أبوابها قالت الأم غدا صباحا تفتح المدرسة أبوابها عما سألت المعلمة تلاميذها سألت المعلمة تلاميذها عن أحوالهم وأين قضوا العطلة إذا غير ذلك بعض الأسئلة طيب الآن بعض الصور نعلق بعض الصور للتعبير الشفاهي تشكيل المتعلمين إلى أفواج لإنتاج تعبير الشفاهي مع توظيف السياغ والتراكب كما قلنا هذه كانت سابقة لأن هذا المذكرات 2019-2020 الآن السياغ والتراكب في الإنتاج الشفاوي تحقق عن استعداد عالي قبل الذهب إلى المدرسة التلميذي عبر عن الصورة هذه ويربط بينها بجملة وفقرة طيب الآن حصة القراءة الناشط الأول قبل دخولكم إلى الأقسام أين تجتمعون؟ أذكر الأعمال التي تقوم بها ليلة قبل ذهبها إلى المدرسة كيف تتعاون مع زملائك لتجعلوا من قسمكم فضاءا جميلا أذكر العنوين النصوص السابقة القراءة السابقة يوزع المعلمين إلى أفواج وكل فوج يخص لهم نص من النصوص الثلاثة المذكورة عن طريق القرعة يقسم القسم إلى ثلاث مجموعات كل مجموع يقرأوا النص وبالنسبة للأسئلة عن النص يتقاسموا المجعوب مجموعة ألف تسأل المجموعة با والمجموعة بتسأل مجموعة جيم والمجموعة جيم تسمع المجموعة ألف وهكذا بينهم يتناقشوا بينتهم الأسئلة تكون بينتهم يدير المجموعة يديروا القرعة يقرأ كل رئيس فوج الملخص وبعدها تتم المناقشة ممكن يديروا ملخص وهنا بعض الأسئلة نشط الرابع خط بالنسبة للكتابة والخط مدرسة تزودني بالعلم فهي شمعة تنير طريقي للوصول إلى النجاح يمكن استغلال الفكرة العامة أو الملخص أو المغزى العام المستنبط من أفواج المتعلمين على كراس القسم ممكن يكتبوه في كراس القسم هذه استراتيجية يمكن كل فوج من الأفواج اللي قسمناهم يستعمل استراتيجية كف المعرفة تكتب الملخصات في أوراق كبيرة إدماج الملخصة الثلاثة لاستتاج الفكرة العامة أو الملخص طيب الناشط الخامس الإملاء يملي المعلم كلمات تضمن الحروف المدروسة السابقة لدينا السين والزاي والطاء والشين والجيم والتاء مثل طاولة الطاولة فيها الطاء والتاء الجرس فيها الجيم والسين الشجرة فيها الشين والجيم والتاء المدرسة كون كلمات تجمع الحروف السابقة التقيت بصديقك في المدرسة بعد عطلة طاولة أكتب الحوار الذي دار بينكم أنا وصديقي حوار دار بينك وبين صديقك طيب تهنئة تلاميذ للكتابة تهيئة تلاميذ للكتابة في كراس القصف ولا في الألواح ولا في غيرها مشروع الكتابة أعرف بمدرستي اسم المدرسة هذا المشروع يديره تلاميذ في البيت اسم المدرسة موقعها أين تقع اسم المدير الطاقم التربوي عدد التلاميذ شعار البينات شعار الذكور الطاقم الإداري إلى غير ذلك كما ركمتوا هذا نموذج ممكن يصور المدرسة يدي صورة عن المدرسة ينجاز المشروع الاسم واللقب بتاع التلميذ طيب السؤال أين نتعلم؟ من الذي يعلمنا؟ أذكر الأشخاص الموجودين داخل المدرسة من يدق جرس المدرسة؟ متى تتم بناء مدرستك؟ هل يمكن الإجابة عن هذه الأسئلة بمفردك؟ لا لابد من الذهاب إلى المديرة أو الإدارة يفتح الكتاب صفحة 28 اللي هي إنجاز المشروع ما اسم مدرستكم؟ أين تقع مدرستكم؟ ما عدد التلاميذ وعدد المعلمين في المدرسة؟ ما اسم مدير المدرسة؟ ما صفة الشخص الذي سميت عليه المدرسة؟ ولا تنسى مرافق المدرسة أو مرافق المدرسة؟ إذن هذه كامل حول المشروع طيب الإدماج حصة إدماج في أسبوع الإدماج يقيم وارده ومعرفه المكتسبة ويعالج الخلل طيب يجيب لهم نص صغير كما نجيب لهم على آدم عليه السلام نص صغير ويدير أسئلة عليه من هو آدم؟ من هي أم البشرية؟ من أين خلق آدم؟ هذه الأسئلة ريف النص هذا قسر لراحنايا مقترح لنص الإدماج لون الأصوات المدروسة الآتية كما يلي النون الراء السين الشين أطاق الجيم طيب بعدها بعض الألعاب القرائية بعض الألعاب القرائية كما ركما نشوفو هنا عرف المشروع وعرف بمدرساته ومناقشته ضبط حصيلة العمل الجامعي إلى غيرك هنا نكمل المشروع هذه بعض الورقات للتقييم التلاميذ التقييم التلاميذ اللي رأي موجودة في المذكرات الوزارية إذن أكيد رح ننشروا هذه المذكرات في صفحتي في الفيسبوك رح تسيبوها في الصفحة التاعية في الفيسبوك المذكرات الوزارية أو أسبوع الإدماج للغة العربية بارك الله فيكم وصلى الله عليه وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة